السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا فعلا تحولات تاريخية في ألمانيا ألمانيا تدريجيا على ما يبدو ستتحول إلى دولة هجرة لاستقطاب العمال التخصصية إلى ألمانيا الحكومة الألمانية ستجتمع يوم غدا الأربعة لمناقشة تعديلات قانون العمال التخصصية بحيث يصبح أكثر قدرة على استقطاب العمال التخصصية من الخارج ورقة العمل المؤلفة من 23 صفحة فيها الخطوط العريضة الآن والأفكار التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية عمل على هذه الخطوط العريضة الآن وزارات مختلفة وزارة العمل وزارة الاقتصاد وزارة الداخلية وزارة الخارجية كل هذه الوزارات قامت الآن بصياغة الخطوط العريضة لقانون العمال التخصصية من المتوقع أن يتم الإعلان أو صياغة مشروع القانون النهائي في مطلع العام القادم 2013 سنتعرف الآن على الخطوط العريضة لهذا القانون الجديد وسيكون هناك سلاسة أعمدة في هذا القانون العمود الأول في ورقة العمل هذه هو العمال التخصصية من خارج ألمانيا من يملك شهادات باختصاص معين ولكن لا يستطيع إثبات أن لديه أيضا خبرة في هذا المجال بشكل جزئي أو بشكل كلي لأي سبب كان فسيتم إتاحة المجال أيضا لهذه العمالة التخصصية بملء الفراغات الموجودة في ألمانيا وحاجة الشركات الألمانية من العمالة التخصصية وأعطائهم فرصة مع ذلك بالمجيء والعمل في ألمانيا على أن يتم استكمال إثبات وجود خبرة في هذا المجال في ألمانيا بمعنى أن شهادة الاختصاص هامة جدا في هذه الحالة ولكن الخبرة يمكن أن يتم إثباتها لاحقا في ألمانيا وليس من المفترض من خارج ألمانيا أن يتم إثبات ذلك هذا هو العمود الأول الآن لاجتزاب العمالة التخصصية إلى ألمانيا العمود الثاني الآن في قانون العمالة التخصصية هو بالعكس من لديه خبرة واسعة في اختصاص معين في مجال معين ولكن لا يملك شهادة في هذا الاختصاص هذا المجال سيترك الآن للشركات الألمانية بمعنى أنه إذا كان شخص يملك خبرة في اختصاص معين وحصل الحديث عن الموضوع المعلوماتية والبرمجة في ألمانيا إذا كانت الشركات الألمانية ترغب باستخدام شخص لا يملك ربما شهادة اختصاصية في مجال ولكن لديه خبرة في مجال معين يستطيع إثباته فسيؤطى أيضا لهذا الشخص المجال بالمجيء والعمل في الشركات الألمانية وحتى شرط اللغة الذي هو عادة يعني هو أقل الشروط التي يجب أن تتوفر يمكن إذا وافقت الشركات على شخص مثلا لا يملك اللغة الألمانية ربما اللغة الإنجليزية هي اللغة الأهم ربما في علم البرمجة والمعلوماتية فإذا كانت الشركات أيضا تستغني عن هذا الشرط شرط اللغة الألمانية وبحاجة خبرة شخص في هذا المجال فأيضا سيتم الحكومة يعني لن تقف في وجه الشركات الألمانية لاستقدام أيضا للأشخاص الذين لا يملكون شهادات اللغة الألمانية ومع ذلك يملكون خبرة في اختصاص معين هذا العمود الثاني إذا العمود الأول شهادة لا يستطيع إثبات الخبرة العمود الثاني لا يوجد شهادة ولكن يوجد خبرة كبيرة في اختصاص معين والعمود الثالث الآن هو نظام النقاط أو الشونسنكاتر في هذا المجال سيتم إتاحة المجال لمن يريد المجيء إلى ألمانيا والبحث عن عمل هنا ضمن اختصاصه إعطائه مجال عن طريق الشونسنكاتر اللي سبب وتحدثنا عنها في فيديوهات سابقة في هذا المجال سيتم أو في العمود الثالث سيتم اعتماد نظام النقاط عدة عوامل ستلعب دور في إتاحة الفرصة لشخص بالمجيء إلى ألمانيا والبحث عن عمل في اختصاصه هذه النقاط الرئيسية هي مدى الشهادات التي يملكها مدى الخبرة والاختصاصات ومدى أيضا قدرة اللغة الألمانية أو شهادات اللغة الألمانية التي يمتلكها وأيضا العلاقات إلى ألمانيا بمعنى لديه أقرباء هنا ربما أو العمر إذن نظام نقاط شبيه بنظام النقاط الكندي أيضا هذا هو العمود الثالث أيضا عندما يتوفر العديد من هذه النقاط فهذا سيرفع من عدد نقاط وسيزيد من احتمالية اعطاء فرصة لشخص من خارج ألمانيا بالمجيء إلى ألمانيا والبحث عن عمل هنا ضمن اختصاصه وهذه تعتبر في الحقيقة تسهيلات تاريخية فيما لو تم اعتمادها بهذا الشكل لا يمكن كان يعني أشد المتفائلين أن يتوقعها في ألمانيا في عهد سابق في سنوات سابقة كان عندما توجد حتى وظيفة شاغرة في ألمانيا فالأولوية دائما كان للمواطن الألماني من يحمل الجنسية الألمانية ثم لمواطني دول الاتحاد الأوروبي وبعدها لدول خارج الاتحاد الأوروبي الآن يتغير الموضوع ألمانيا لديها الاقتصاد الألماني هو شيء مهم وعجلة الاقتصاد الألماني يجب أن تستمر وبالتالي الآن النقص الحاصل في العمالة التخصصية في بعض الاقتصاصات في ألمانيا يجب ملأ هذا الفراغ وعلى ما يبدأ أنه لم يعد ممكن أن ملأ هذا الفراغ من داخل ألمانيا أو ربما من دول الاتحاد الأوروبي وبالتالي سيتم إتاحة المجال لاستقطاب العقول وأصحاب الشهادات والخبرة في اختصاصات معينة للمجيء والعمل في ألمانيا وتسهيل الشروط في سبيل ذلك هذا القانون سيحتاج بالتأكيد ما يزال لبعض الوقت الحديث هنا عن أن صياغة شكل القانون النهاي سيكون في مطلع العام 2023 وسيحتاج بالتأكيد بعض الوقت حتى يتم الوافق عليه في البرلمان المجلس المقاطعات حتى يصدر ويصبح قانونا نافزا ولكن هذه هي الأعمدة الثلاثة الآن التي يتم نقاشها في ورقة الخطوط العريضة الإكباب هي من 23 صفحة في ألمانيا هيك بكون أعطيتكم فكرة واسعة أيضا للأحباء اللي عم يتابعونها من خارج ألمانيا هذه هي الخطوط العريضة طبعا النصيحة الدائمة مع ذلك هي أن يتم تحضير أن يقوم الشخص بتحضير نفسه وخاصة الموضوع اللغة الألمانية اللغة الألمانية هي مفتاح العمل والنجاح في ألمانيا نقطة أساسية جدا وفي سبيل ذلك أيضا عاد الحكومة الألمانية أنها ستزيد حتى من موضوع ستركز على موضوع كرسات اللغة الألمانية خارج ألمانيا وخاصة معاحد جوتة المنتشرة يعني في موظم دول العالم سيتم إعطاؤها أهمية أكبر والتركيز على موضوع التعليم اللغة الألمانية خارج ألمانيا ننتقل الآن إلى الموضوع التالي تم الإعلان الآن على اتفاق ألمانيا وقطر على ضخ الغاز القطري إلى ألمانيا في عقد طويل الأمد مدته على الأقل 15 سنة فتم التوافق الآن على أن تقوم قطر بتزويد ألمانيا بحوالي 2 مليون طن من الغاز المسال الألنجي سنويا إلى ألمانيا من المتوقع ابتداء من عام 2026 ولمدة 15 سنة على الأقل وسيتم تصدير الغاز إلى ألمانيا المسال عن طريق شركة أمريكية كونوكو فيليبس ومنها سيتم دخل الغاز إلى ألمانيا وبيعه للشركات المخدمات الشركات المخدمة يعني الرئيسية أيضا في ألمانيا وبالتالي الآن أعلن وزير الاقتصاد الألماني سيد غوبا تهابك عن رضاه عن هذا العقد الطويل الأمد أيضا مع قطر لتزويد ألمانيا بالغاز المسال تم الإعلان عن ذلك ووزير الطاقة القطري أعلن أيضا أن العلاقات جيدة مع الشركات الألمانية ومع الحكومة الألمانية وسيتم تزويد ألمانيا بالغاز لهذه المدة وزير الاقتصاد الألماني أعتبر أيضا أن هذا الوقت مناسب لأنه حتى عام 2040 أو 45 ألمانيا يجب أن تتخلى تدريجيا عن الطاقات الأحفورية يعني مثلا حتى الغاز والانتقال إلى طاقات متجددة وبالتالي أيضا هذه المدة ستناسب ألمانيا فيما يتعلق بتزويدها بالغاز المسال وهذه هي البداية فقط هناك المفاوضات لا تزال جارية أيضا ربما لشراء كميات أكبر من الغاز من قطر وتزويد ألمانيا بالغاز القطري ولكن مع الشركات الرئيسية في ألمانيا هذه المرة بشكل مباشر ربما ليس عن طريق مثلا شركة أمريكية وبالتالي هذا الاتفاق أظهر يعني ارتياح واسع أيضا لدى وزير الاقتصاد الألماني دون أن يعلن عن أدق التفاصيل اعتبر أن هذه أشياء يعني بين الشركات ولكن هناك ارتياح ألماني واسع الآن على ما يبدو من أنه تم توقيع عقد طويل الأمز أو سيتم تزويد ألمانيا لمدة 15 سنة بالغاز من قطر هذا القرار والإعلان عن هذا القرار جاء حتى وسط التوترات اللي شفناها مع الأسف في الفترة الأخيرة وإدخال السياسة في أرياضة وموضوع كأس العالم وكرة القدم ولكن مرة أخرى يعني هكذا قرار أظهر أن المصالح الدول والعلاقات الاقتصادية هي أهم من كل شيء آخر فربما التعصب الزائد لفكرة أو لجهة أو لاتجاه معين أي أن كان قد لا يكون مفيد لأن مصالح الاقتصادية ومصالح الدول هي فوق كل شيء ننتقل أن الموضوع التالي المستشار الألماني السيد أولاف شولس مصر على موضوع تخفيف شروط الحصول على الجلسية الألمانية ويذكر في سبيل ذلك أيضا أفكار ونقاط موضوعية تدخل المرة الثانية للمستشار الألماني بعد موجة أيضا الرفض إلى حد ما حتى من أحد الشركاء الحاكمين يعني حزب الـ FDP وأيضا من المعارضة الأونيون وتدخل المرة الثانية بتصريحات موضوعية إلى حد ما ودافع عن موضوع تخفيف شروط الجلسية الألمانية حيث اعتبر المستشار الألماني أولاف شولس أنه حاليا الآن في ألمانيا يعيش تسعة مليون شخص في ألمانيا من الأجانب يعيشون في ألمانيا هنا ويعملون ومن حقهم الحصول على الجنسية الألمانية أيضا والمشاركة في الحياة السياسية في ألمانيا عن طريق اكتساب حق الانتخاب أيضا وأن يتم انتخابهم كذلك بمعنى أن هذا سيكون رافض جيد للديمقراطية لنظام ديمقراطي في ألمانيا بالسماح لناس يعيشون في ألمانيا لزمن طويل أيضا بإشراكهم بالعملية الديمقراطية والسياسية في ألمانيا وعطائهم حق الانتخاب أو حتى ترشيح نفسهم فاعتبر المستشار الألماني أن هذا حق أيضا لكل من يعيش في ألمانيا أيضا وبغض النظر عن منشائه عن لون جلده أو بشرته عن انتمائه الديني فاللي بيجمعنا بالأخير هي الدولة الألمانية طبعا نعرف أن القانون هو داما لحد الفاصل بين الناس وإعطاء فرصة إذن لعدد كبير من الناس بالحصول على الجنسية الألمانية في ألمانيا هذا من الناحية دافع النقطة أخرى الآن أيضا وهو موضوع الجنسية السنائية أو تعدد الجنسيات وقال أنه حاليا 60% من الناس الذين يتم تجنيسهم يحتفظون بالجنسية الأم بكل الأحوال نعرف مثلا نحن بالنسبة للمواطنين السوريين لأننا نحتفظ بالجنسية السورية ونأخذ الجنسية الألمانية إلى جانب الجنسية السورية دون أن يطلب مننا التخلي عنها وهذا ينطبق على العديد من الدول حاليا ف60% من الناس الذين يتم تجنيسهم يحتفظون حاليا بالجنسية الأم أو الأولى فلماذا كل هذه الزوبة والمعتراض على فكرة أن يحمل الشخص الجنسيتين يعني لا يوجد تعارض بين الجنسيتين طبعا المستشار أكد مع ذلك أن الحصول على الجنسية الألمانية أيضا يجلب معه الحقوق والواجبات لازم لا ننسى دائما الواجبات كذلك فهناك يعني الآن دفاع كبير مرة أخرى وأسرار كبير من المستشار الألماني في الدفاع عن هذا القانون طبعا شفنا نحن شرحت الخطوط العريضة الآن للتعديلات التي من المفترض أن تحصل بالتأكيد سيتم نقاشا بين الأحزاب المختلفة في ألمانيا سواء في الحكومة أو المعارضة وستأخذ بعض الوقت نتمنى أن لا تدخل عليها تعديلات كبيرة يعني أن فعلا تعطي فرصة كبيرة للناس الذين يعيشون في ألمانيا لفترة طويلة بالحصول وأخيرا على الجنسية الألمانية بشروط مخففة وإيضا للأجيال القادمة كذلك وربما بالتزامن أيضا مع موضوع العمالة التحصصية مشروع هذا القانون يعني يجعل ألمانيا دولة جزابة وإعطائك فرصة بأنك إذا جئت للعمل في ألمانيا وبقيته وعملته هنا لفترة معينة يمكن أن تصبح أيضا مواطن ألماني ننتقل الآن الموضوع التالي وهو موضوع الفاترشافتس أولوب يعني إعطاء إجازة للأب عندما يرزق بمولود جديد نعرف أنه حاليا في ألمانيا الشركات الشيء الجاري عادة أنه نهار الولادة أو في اليوم الأول أو الثاني أحيانا الشركة تسمح للشخص بمرافقة الأهل وإذا رزق بمولود جديد ولكن القانون لهو منح الآن فاترشافتس أولوب أيضا للأب لمدة على الأقل عشرة أيام من المتوقع أسبوعين أن يتم منح إجازة مدفوعة للأب من العمل ليبقى لدى أسرته والمولود الجديد في أول أسبوعين ويدعم أسرته طبعا أولوب مدفوعة يعني بتسالته أولوب هذا القانون هو في الحقيقة قانون أوروبي كان المفترض أن تقوم ألمانيا بتطبيقه ولكن سيتم تأجيله إلى عام 2024 فمن المتوقع أنه في عام 2024 الآن الحكومة الألمانية وكما مصوص عليه في قانون في عقد الأتلاف كوليتسونس فاتخاك أن يتم منح أيضا إجازة للأب عندما يرزق بمولود جديد لأن على الأقل عشرة أيام حوالي 14 يوم ليبقى لدى أسرته وسيكون تكون هذه الإجازة أيضا مدفوعة السمن فهذا أيضا خبر جيد للعائلات في ألمانيا طبعا هناك بعض الدعاوة على ألمانيا الآن قبل الاتحاد الأوروبي من بروكسل بسبب تأخير ألمانيا هذه النقطة ولكن الوضع الاقتصادي حاليا وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يسمح بخاصة أن تشوفي أزمة يعني الآن والحاجة إلى العاملين وبالتالي في وسط هذه الأزمة لا يردون الآن تطبيق هذه النقطة في عام 2023 وسيتم تأجيل هذه النقطة إلى عام 2024 ويكب أكون بكالعادة شرحت لكم أهم الأشياء والمعلومات من ألمانيا كل شخص عايش في ألمانيا دائما لازم نعرف شو الأشياء اللي عبدور حوالينا فأتمنى أن أفيدكم من خلال هذه المعلومات بشكل يومي تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته